السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي الشفهي الخاص بالمنهج مالت نصف السنة فكتبت 15 سؤال هاي اللي سبيكنج أما الأصغاء طبعا عدهم صغاء من 10 درجات وعدهم ريدينج يعني القطعة يقراها القطعة وأيضا معاني يسأل المعلم من داخل القطعة يعني المهم القطع يقراها قراية جيدة ويسأل هذن الأسئلة هذا السؤال العام يقول ما اسمك كم عمرك يعني هذن سؤالي سهلات كم عمرك واسمك أين تعيش يقول لها I live in Baghdad how many brothers do you have أو how many sisters do you have كم عدد الأخوة أو كم عدد الأخوات مثلا يقول لي يقول لي two مثلا two I have two brothers I have three sisters what is your dad's job شن مهنة الوالد الاب شن مهنت دكتور انجينير تيشار where does the doctor work اين يعمل الدكتور when بالهوسبتال what time do you go to school كم الوقت تذهب إلى المدرسة يعني بيس ساعة مثلا eight o'clock what do you want to be grow up ماذا تريد أن تصبح أن تكبر شجي صبح يا كبر شكيفكم المهنة where are you from من أين أنت إراك what is this تيشارت made of يعني أين يصنع التيشارت نقول لي مثلا كتن كتن زي hello how are you today hello كيف حالك اليوم نقول لي مثلا أنا بخير نقول لي I'm fine thank you she has a toothage where should you go يعني لما أسنانك أو أسنانك يا شي أسنانك يعني دتوجعت ما درنا ننصح يعني وين تروحين وين تذهبين إلى hospital يقول لي most leather comes from gauze true or false هناك جواب true or false يقول لي معظم الجلود من الأبقار true rubber comes from a tree rubber يعني المطاط من الأشجار true paper is usually made from cotton الورق عادة مصنوع من القطن false هاي عيني تقريبا 15 سؤال أي هو 15 سؤال يعني من واكو طبعا أسئلة بس المهم أقر القطع وبالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر